إلى ذلك مشاهدين أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها التأمين الطبي لمباراة مصر والسنغال التي اختقى بأستاذ القاهرة الدولي حيث أوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تمركز 19 سيارة إسعاف داخل الأستاذ وفي محيطه حيث تم توزيع ثلاث سيارات داخل الملعب وسيارتين خلف كل مدرج داخل الملعب بإجمالي ثماني سيارات كما تتمركز سيارة إسعاف أمام كل بوابة من بوابات الملعب بإجمالي ثماني سيارات كما تتضمن الخطة وجود سبع فرق طبية داخل الملعب لتقديم الدعم الطبي اللازم حال الحاجة له فضلا عن توفير كراسي متحركة مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الموجودة وذلك في محيط الأستاذ